على خلفية الجمود السياسي وفشل جلسات البرلمان المتعاقبة في اختيار رئيس للعراق أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكه بالتحالف الثلاثي إنقاذ وطن مع الكتلة الصدرية وتحالف السيادة في خطوة مفاجئة اتخذها التحالف تحديا لقوى الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة هناك خطوات جدا إيجابية واستجابة جدا قوية لنداء التحالف الثلاثي لإخوان سادة النواب المستقلين بحيث الآن نتصور كأنه العملية السياسية وقفت على المستقلين سادة النواب المستقلين فتجربة وامتحان هذا لضمير النواب المستقلين ولعراقيتهم ولمدى صدقهم ويعتقد الخبراء في الشأن السياسي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال متمسكا بتحالفه مع الصدر والسيادة لا سيما أن قوى الإطار التنسيقي ورغم استنساخها للعملية السياسية في لبنان إلا أنهم لا يستطيعون تشكيل الحكومة دون أحد أطراف التحالف الثلاثي إنقاذ وطن كونهم يمثلون الثلث الضامن في البرلمان وفق المعطيات الحالية علينا أن نمزج أو ندمج المسارين بمسار وطني واحد تجمع الرئى يكون هناك تقارب بين إطار والتيار الاتحاد والديمقراطي حزم وسيادة وإشراك القوى السياسية الأخرى المستقلة وغير المستقلة الناشئة وندخلهم في مشروع وطني واحد من خلاله نذهب كلمة التوافق صراحة هي فقط كلمة هي ليست منهاج وليس هو أمر يتعلق بقضية التحاور ومن وجهة نظر المختصين فإن الأحزاب الكردية توصلت إلى طريق مزدود في حين لم يتمكن التحالف الثلاثي الفائز في الانتخابات من تشكيل الحكومة إلا أن الخطة التي اتخذها الصدر بعد التشاور مع حلفائه من الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة وضعت الإطار التنسيقي أمام الرأي العام في تشكيل الحكومة المرتقبة يبدو أن الوضع الحالي يتجه إلى خرق دستوري آخر وسط تداعيات أبرزها اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لاستفتائها بشأن الخطوة المقبلة حيث سينتهي الوقت المحدد في السادس من الشهر الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية من أربيل رياض الشمري عليهم